تولي الله دولة اهتماما كبيرا لملف مياه الشرب في ضوء التوجهات الرئاسية بالاهتمام بصحة المواطنين وفي ضوء ذلك انشأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوت والوادي الجديد أكبر معمل مركزي لتحليل عينات المياه على مستوى محافظات الصعيد بمحطة مياه الشرق أسيوت بتكلفة تزيد على 150 مليون جنيه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويضم المعمل المركزية أربعة معامل للتحليل هي المعمل العضوية وغير العضوي والمعمل البكتريولوجية ومعمل التحليل الكيميائي والمعمل البيولوجي ونحن النهاردة بصدد متابعة الأعمال داخل المعمل المركزي الخاص بممتابعة جودة المياه الشرب على مستوى محافظة أسيوت نحن النهاردة في أكبر معمل مركزي لمتابعة جودة المياه على مستوى الصعيد كله وفيه أحدث أجهزة جاية من جميع منتج الأجهزة في العالم كله تأسيمة العمل داخل المعمل ينقسم لأربع أقسام رئيسية أو أربع أقسام للتحليل الرئيسية القسم الأول هو الأورجانيك هو قسم العضوي القسم الثاني هو الأورجانيك أو غير العضوي والقسم الثالث هو البكترولوجي والقسم الرابع هو الفحص البيولوجي للمياه هنا إحنا بنتكلم على المعمل العضوي المعمل العضوي ده أول معمل عضوي بالنسبة لشركة المياه في المعامل اللي عندنا إحنا عندنا معامل بتقيس بعض الحاجات الأورجانيك الغير عضوية لكن ده أول معمل عضوي إن شاء الله هيقيس المخلفات العضوية كلها اللي موجودة في المياه ده هيطمننا ان شاء الله بصورة عامة على السورس سواء الخام اللي داقل علينا او بعد التنقية بحيث لو فيه هنقيس بعض المخلفات العضوية والتراي هالو ميسينز وبرضه ممكن نقيس من خلاله اي بيست سايدز او مخلفات للبست سايدز او كده موجودة في الماء ده بصورة عامة المعمل ده هيخدم ان شاء الله محافظة اسود بالكامل وهيخدم ان شاء الله محافظة الوادي الجديد احنا النهاردة واقفين في المعمل المركزي المعمل ده شراكة ما بين شركة اسود وما بين المعونة الامريكية المعونة الامريكية بتمول اكتر من حاجة عندنا لتحسين جودة وخدمة المياه والصرف الصحي عندنا تكلفة المنشأ هنا حوالي 150 مليون المعمل بتجهيزاته كاملة بالاجهزة اللي جايبها المعونة 50 مليون جنيه اللي يعتبر هو الاول من نوعه في صعيد لانه ده هيبقى اعتبر معمل مرجعي للصعيد كله ترجمة نانسي قنقر